إذاعة الرينة إذاعة إيرترية مستقلة يشرف عليها صحقيون إيرتيون مستقلون ويأتيكم بثها من باريس مستمعي الكرام طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق الثالث من يوليو عام الفين واربعة وعشرين كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام نبتدئ البرمامج العربي بنشرة الأخبار يلي ذلك فاصل غنائي ثم تتابعنا بعد ذلك حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية وهو برنامج جديد متنوع الموضوعات بين السياسية والثقافية والاجتماعية والذي نفتح اليوم أولى نوافذه بالحديث عن موضوع الأمل والتفاؤل وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم المستمعون الكرام فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين الدراج الإيرتري بن يام جرماي يفوز بالمرحلة الثالثة من سباق فرنسا كأول إفريقي في تاريخ البطولة إيرتريا تفرج عن 23 صيادا يمنيا بعد اعتقالهم لأكثر من عشرة أيام قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة السنجة عاصمة ولاية السنهار ومساعي تركيا للتوسط بين الصومال وأثيوبيا لحل الأزمة القائمة بين البلدين بسبب اتفاق أثيوبيا وأرض الصومال بشأن المنفذ البحري كانت لكم سيداتي سادتي عنوين الأخبار وإليكم التفاصيل من إذاعة إيرنا الدولية في باريس سطر الدراج الإيرتري بن يام جرماي ملحمة بطولية في تطوى فرنسا للدراجات حيث فاز بالمركز الأول في المرحلة الثالثة من سباق فرنسا للدراجات التي امتدت لمسافة 320 كم من مدينة بيتشينزا في إيطاليا وذلك بعد أن تقدم على منافسيه باندفاع مثالي في الوقت المناسب متقدما على الكولومبي فرناندو جافيتي والبلجيكي أرنو ديلي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب وأصبح بن يام جرماي أول متسابق إيرتريبا الأول متسابق إفريقي يفوز بمرحلة في سباق فرنسا للدراجات بعد تفوقه في سباق سريع بنهاية المرحلة الثالثة الاثنين الماضي وحافظ بن يام جرماي على هدوئه ليمنح فريق انتر مارشوانتي فوزه الأول في سباق فرنسا وقال جرماي وهو يغالب الدموع إن تسجيل اسمه في تاريخ سباق فرنسا للدراجات أمر لا يصدق بالفعل وأضاف أنه كان يحلم بالمشاركة والآن لا يستطيع السيطرة على مشاعره وأضاف بن يام أنه اكتسب خبرة في مشاركته الأولى في سباق فرنسا العام الماضي وبدأ في السيطرة على كل شيء بشكل أفضل معربا على أن فوزه اليوم أمر مدهش ولا يصدق وأضاف قائلا حين شاركت في سباق إيطاليا كنت أعلم أنني أملك القدرات اللازمة للقتال من أجل الفوز لكن بالنسبة لسباق فرنسا كنت أفكر أنه سيتعين علي الانتظار حتى عامي 2025 و2026 للفوز بمرحلة ينافس فيها أفضل المتخصصين في سباق السرعة إنه أمر لا يصدق تجدر الإشارة إلى أن الفرنسي كيفان فوكلا كان قد فاز الأحد بالمرحلة الثانية من السباق بين مدينتي سيريناتيكو وبولونيا الإيطاليتين أعلنت جماعة الحوث اليمنية ليلة الأحد الماضي أن السلطات الإيرترية أفرجت عن 23 صيادا يمنيا بعد احتجازهم لمدة عشرة أيام وبحسب وسائل إعلام يمنية عاد إلى ميناء الحديدة المطلة على البحر الأحمر 23 صيادا بعد أكثر من عشرة أيام من الاختطاف والتعذيب في سجون إيرتريا ونقلت وسائل الإعلام عن الصيادين قولهم إن دوريات بحرية إيرترية أقدمت على اختطافهم واقتيادهم إلى سجونها في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أثناء ممارستهم نشاط الصيد في المياه الإقليمية اليمنية وإن السلطات الإيرترية أطلقت صراح بعد أن قامت بمصادرة ونهب ممتلكاتهم ومعدات الصيد ومارست بحقهم شتى أنواع التعذيب وأجبرتهم على القيام بأعمال شاقة تحت التجويع وسوء المعاملة ولم يصدر أي تعليق من إيرتريا بخصوص هذا الخبر وسبق أن تنازعت إيرتريا واليمن على جزر أرخبي الحنيش في البحر الأحمر قبل أن تفصل محكمة تحكيم دولية بين الدولتين عام 1998 في تطورات الصراع في السودان اتسعت دائرة القتال بين الجيش والدعم السريع بعد هجوم قوات الدعم السريع على ولاية سنار واتياحها مدينة سنجة عاصمة الولاية نهاية الأسبوع الماضي وبص سيطرتها على مقر قيادة الفرقة 17 وأمانة حكومة الولاية وأعلن المتحدث باسم الدعم السريع أن قواتهم كبدت عناصر الجيش السوداني وجهاز المخابرات وشرطة الاحتياط المركز بالولاية خسائر كبيرة في الأرواح وسيطرت على عتادهم من جهته قال الجيش السوداني إن قواته لا تزال تقاتل قوات الدعم السريع في مدينة سنجة عاصمة الولاية ومتمسكة بمواقعها وفي تسجيل مصور دع القيادة في الدعم السريع بوشوتال سكان ولاية النيل الأزرق المتاخمة لولاية السنار إلى التزام منازلهم والابتعاد عن المناطق العسكرية ومناطق العمليات حفاظا على سلامة أرواحهم وأضاف أنه يتعين على الحكماء في ولاية النيل الأزرق الدخول في حوار مع ابناء الولاية في الفرقة الرابعة التابعة للقوات المسلحة لتسليمها وقال إنهم يعطون ولاية النيل الأزرق فرصة لإدارة حوار والقبض على كل الفلول قبل تحريرها لتجنبها الدماء والتشرد حسب تعبيره وأدى سقوط مدينة سنجة إلى حالة من الإرباك في صفوف وقيادات الجيش السوداني ووصفوا بعد المحللين العسكريين بأنه أمر محير بينما أرجع بعض المحللين العسكريين سقوط المدينة إلى عدم كفاية المعلومات الاستخباراتية للجيش السوداني مؤكدين وقوع الجيش في فخ تكتيكات قوات الدعم السريع هذا وسيؤدي سقوط مدينة سنجة إلى عزل شرق البلاد عن الجنوب والغرب ويفتح طريقا مهما لوصول الإمدادات لقوات الدعم السريع كما أنه يسهل عملية مهاجمة مدينة السنار كبرى مدن الولاية والتي أصبحت الآن محاصرة من ثلاثة محاور محور جبل موية ومدن وسنجة مما يجعل سقوطها مسألة وقت وفق أراء بعد المحللين العسكريين الذين تحدثت إليهم الشرق الأوسط السعودية في محاولة لحل الأزمة بين الصومال وأثيوبيا شرعت الحكومة التركية في وساطة بين البلدين لاحتوا فتيل التوتر القائم بينهما منذ يناير الماضي بعد توقيع أثيوبيا اتفاقا مع أرض الصومال الانفصالية تحصل بموجبه أثيوبيا على منفذ بحري مقابل اعترافها بأرض الصومال وإعطائها حصة من أسمى الخطوط الجوئية الأثيوبية وهو الأمر الذي فجر أزمة دبلماسية بين البلدين وقامت على إثره الصومال باستدعى سفيرها من أديس أببة وطرد السفير الأثيوبي من مقدشو كما قام الرئيس الصومال حسن شيخ محمود بإصدار مرسوم رئاسي يقضي ببطلان الاتفاقية وتعتبر الوساطة التركية هي أولى المسائع لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين الواقعتين في شرق إفريقيا وأصبحت تركيا حليفا وثيقا للحكومة الصومالية منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردغان لمغديشو لأول مرة في العام 2011 وتقوم تركيا بإمداد الصومال بمساعدات تنموية وتساهم في تدريب قوات الجيش والأمن كما وقع البلدان اتفاقية للدفاع والاقتصاد في فبراير الماضي ستقدم أنقرة بموجبها الدعم الأمن البحر للصومال لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية وتملك أنقرة قاعدة عسكرية في مقدشو كما أنها تقوم ببناء مدارس ومستشفيات ومشروعات للبنية التحتية في الصومال وحتى تحرير هذه النشرة لم تصدر أي من الحكومتين الصومالية والأثيوبية بيانا رسميا بشأن الوساطة التي تقودها الحكومة التركية والتي تعتبر حليفا رئيسيا للصومال بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم وقت طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات كما نوهنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج نافذة ثقافية وهو برنامج جديد متنوع الموضوعات بين السياسية والثقافية والاجتماعية والذي نفتح اليوم أولى نوافذه بالحديث عن موضوع الأمل والتفاؤل على أمل أن يتيجدد اللقاء معكم وبكم دائما وأبدا في إذاعتكم إذاعة إيرن الدولية من باريس نتابع سويا هذه إذاعة إيرن عزيز المستمع وعزيزة المستمعة أهلا ومرحبا بكم في برنامج نافذة ثقافية وهو برنامج جديد تقدم إذاعتكم إذاعة إيرن الدولية من باريس ويعنى البرنامج بالموضوعات المختلفة السياسية منها والثقافية والأدبية في نافذة عطاء يتجدد بتفاعلكم ومتابعتكم دوما فمتابعتكم هي ما يدفعنا للاستمرار وبذل الجهد في سبيل إرضائكم فكونوا معنا دوما على الموعد برنامج نافذة ثقافية هو برنامج متنوع الموضوعات نختار لكم فيه ما تقع عليه عيننا وتخطه أيدينا من بساتنا المعرفة أيضا أنتم مستمعي الكرام ودعونا للمشاركة والمساهمة في إثراء البرنامج بإرسال مشاركاتكم وإبداعاتكم المتنوعة على بريد الإذاعة newsroom at irina.org وكلنا لكم آذان صاغية إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا عزيز المستمع وعزيزة المستمعة أهلا ومرحبا بكم إلى نافذة جديدة من برنامجكم نافذة ثقافية ونافذة اليوم ستكون حول موضوع الأمل والتفاؤل واخترنا هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات ليكون فاتحة هذه النافذة تفاؤلا بإشراقات حياتنا المفعمة مع تجدد كل صباح بالأمل والتفاؤل الأمل والتفاؤل هما زهرة الحياة بهما تزداد رونقا وجمالا ويبعثان نورا يضيء الدرب والطرقات ويمنحان القوة والعزيمة للاستمرار ويمنحان نظرة إيجابية تبعث في النفس الطمأنينة والراحة ويشعراننا أن كل شيء ممكن وقالوا عن التفاؤل إنه هو الإيمان الذي يؤدي إلى الإنجاز ولا شيء يمكن أن يتم دون الأمل والثقة وقالوا أيضا الحياة بلا حب وتفاؤل لا تعتبر حياة تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد والأشياء الجيدة لا تموت أبدا المتفائل يقول إن كأسي مملؤة إلى نصفها والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ المتفائل هو من ينظر إلى عينيك والمتشائم هو من ينظر إلى قدميك الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم والتفاؤل فن تصنع النفوس الواثقة بفرق الله والأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما سغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة الإنسان دون أمل كنبات دون ماء وهو دون ابتسامة كوردة دون رائحة وهو دون إيمان وحش في قطيع لا يرحم فالحياة بسيطة ونحن من يعقدها وقديما قال الشاعر أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل تعشق شيئا حافظ عليه تريد شيئا اتعب من أجل الحصول عليه تحب شخصا اهتم به الثقة بالنفس والتفاؤل بالخير معديان ونعم العدوى يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل فلولا تحدياتي لما تعلمت ولولا تعاستي لما سعدت ولولا آلامي لما ارتحت ولولا مرضي لما شفيت ولولا فقري ما غنيت ولولا فشلي ما نجحت الزهرة التي تتتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم فلا تبكي إذا ذهبت الشمس فدموعك ستحجب عنك رؤية النجوم هناك من يتدمر لأن للورد شوكا وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك ورد التفاؤل يمنحك هدوء العصاب في أحرج الأوقات رغم المآسي لا نملك إلا أن نبتسم فقد لا تساوي الحياة شيئا لكن لا شيء يساوي الحياة عزيزي المستمع وعزيزة المستمعة لازلتم تتابعون إذاعة إيرينا الدولية من باريس وبرنامج نافذة ثقافية في موضوعه الأمل والتفاؤل إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيريتريا لا تكسر أبدا كل الجسور مع من تحب فربما كتبت الأقدار لكما لقاء آخر يعيد الماضي ويصل من قطع فإذا كان العمر الجميل قد رحل فمن يدر ربما ينتظرك عمر أجمل إن الرزق مقصوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع وغني كل من يقنع إذا حصرت بالأوهام والوسواس والقلق والمقاوف فاجعل لسانك رطا بذكر الله إلزم الابتسامة المشرقة فهي بوابتك لكسر الحاجز الجليدي مع من حولك فالغروب لا يحول دون شروق جديد ليست المشكلة أن تخطئ حتى ولو كان خطأك جسيما بل الميزة أن تعترف بالخطأ وتتقبل النصح كن قويا بذاتك وحاول أن تتمسك حتى لو تخلى عنك من كان يساندك يوما يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل لأنه كما قال كامل مصطفى لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة قم بواجبك أكثر قليلا وسيأتي المستقبل من تلقاء نفسه وقالوا أيضا عن التفاؤل الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف العقل القوي دائم الأمل ولديه دائما ما يبعث على الأمل يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كان المؤثر الخارجي في قلب كل شتاء ربيع نابض ووراء كل ليل فجر باسم فقد تتحمل الألم لساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة ومن أجمل ما قيل عن الأمل والتفاؤل أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس هناك أشخاص هم الأمل بذاته لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك فكن مع الله يكون كل شيء معك أنا متشائم بسبب الذكاء ولكني متفائل بسبب العزيمة لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك فسوف تجد من ينزع السم ويعيد لك الحياة والابتسامة العقل القوي دائما الأمل ولديه دائما ما يبعث على الأمل فالآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف ليس المهم ما يحدث لك بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك إذا أغلقت الشتاء بواب بيتك وحاصرتك تلال الجليد من كل مكان فانظر إلى قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أقصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا الأفضل دائما أن تطلع للأمان بدلا من النظر إلى الخلف لا تأس فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب استعم بالله ولا تعجز إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد لا تحزن على الأمس فهو لن يعود ولا تأسف على اليوم فهو راحل واحلم بشمس مضيئة في غد جميل وأخيرا عزيز المستمع وعزيزة المستمعة قالوا عن المتشائم أنه أحمق يرى الضوء أمام عينيه لكنه لا يصدق وقالوا أيضا أن المتشائم يرى الصعوبة في كل فرصة أما المتفائل فيرى الفرصة في كل صعوبة إذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى ونسي أن في الحياة أشياء كثيرة يمكن أن تسعدنا وأن حولنا وجوها كثيرة يمكن أن تضيء في ظلام أيامنا شمعة فابحث عن قلب يمنحك الضوء ولا تترك نفسك رهينة لأحزان الليالي المظلمة هذه إذاعة إرن استمعتم في ممضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج نافذة ثقافية في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار الدراج الإيرتري بنيام جرمان يفوز بالمرحلة الثالثة من سباق فرنسا للدراجات كأول إفريقي في تاريخ البطولة إيرتريا تفرج عن 23 صيادا يمنيا بعد اعتقالهم لأكثر من عشرة أيام قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة السنجة عاصمة ولاس النهر ومساعي تركية للتوسط بين الصومال وأثيوبيا لحل الأزمة القائمة بين البلدين بسبب اتفاق أثيوبيا وأرض الصومال بشأن المنفذ البحري بهذا نصل إياكم السمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إيرنا الدولية من باريس وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله إذاعة إيرنا صوت مستقل لإيرتريا ترجمة نانسي قنقر